وكالة النقل الفيدرالية الروسية تتجه لمنع الطائرات من تراز توبوليف 154 باي من الطيران وذلك غدات اشتعال النيران أمس في طائرة من النوع ذاته على مدرج مطار سورغوت عند إقلاعها باتجاه موسكو طائرة توبوليف 154 باي شهدت عدة حوادث خلال السنوات الأخيرة آخرها في الخامس من كانون الأول ديسمبر الماضي حين خرجت طائرة توبوليف عن مدرجها في مطار موسكو ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح العشرات وقبلها حادث تحطم طائرة الرئيس البولندي الراحل ليشكاتشنسكي في أبريل نيسان الماضي